كم من الناس اللي عايشين في سجن الانتقام سجن العنف سجن الشراسة سجن لأنه بفكر أنه هو اللي على حق وكل الناس أشرار وكل الناس عايشة في ظلمة أتذكر يوم من الأيام كنت في خدمة وفعلا طلبة من الناس تتقدم بدي أصلي من أجل الناس صلوات شفاء ولاحظت في شخص واقف بالآخر شاب طويل يمكن طوله مترين وعرضه متر ولحيته نص متر وفعلا هذا الشاب كان بينظر إلي بعينين من نار يعني نار عم تطلع من عينيه وحسيت بالقصة أنه خلاص هذا الشخص أكيد في شر في عينيه وهذا الشاب ببتدى يتقدم إلى الأمام وأنا عم بصلي بصراحة صار عندي قلق نوعا ما عم بصلي مع الناس لكن عيني مفتوحة كل شوي وعم بشوفه عم بيقرب أكتر وأكتر لعندي بعدين ابتديت أفكر قلت هذا الشاب طويل وعريض وشكله رافع أتقال وحديد وأنا كنت بطل في الملاكمة من قبل قلت إذا اعتدى ابتديت أدرس يعني الشخص كيف إنه إذا بدرب بالشمال ثم اليمين وكذا إذا هجم عليه وصل لعندي فعلا وقف أمامي زي العملاق أنا طويل أنا طولي متر واثنين وتمانين سانتي يعني في الشمال الأمريكية سكس فيت ست أقدام وأنا أقصر واحد بأخوتي بعيلتي يعني أنا بنادوني قزم العيلي وحنا عشرة فلما وقفت أمامه حسيت كأنه عملاق كبير واقف أمامي أنا قلت خلاص راح تولع فهذا الشخص أجل حكي أربع كلمات قال لي جاي من هيئة إرهابية مبعوط عشان يقتلي فقال لي أنا جاي أقتلك أنا اسمعت الرسالة أنا عاوز أسير مسيحي أخذته بالأحضان عم بقول له عم بفكر كيف أخبتك اللكمة ولا إلى آخره كان شاب عملاء وتغيرت حياته وتحرر أحبائي من شخص شرس مثل ما سمعنا من عمار كمان في البداية هذا الشخص اتغيرت حياته يسوع المسيح بيشفي كل أمراض الضغينة والحقد والكرهية والشراسي والنجاسي والتعاسي والهموم والبؤس والشقاء والفقر والظلمة والغباء والعمى الروحي جاء المسيح ليحررنا بيشفينا من الماضي الأليم من الزل من القهر من العبودية كم من القرارات انت ما زلت لليوم تدفع الثمن بسبب قرار خاطئ وكم من النساء اللواتي أجهضت أطفالهم يعني عملية قتل للأطفال بس الرب بيحرر من الماضي والرب بيشفي وبرد الاعتبار وبرد الكرامة وفعلا بردنا إلى حضنه إلى معرفته وإلى خلاصه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة